اشتركوا في القناة يعني اذا صحت العقيدة ننتقل الى العبادة فاذا صحت العبادة يجب ان يكون الاخلاق موجودة فاذا نقص اي شيء منها يعني بطلة يعني بقيت الدين تقريبا يعني اذا بطلة العقيدة او انحرفت العقيدة بطلة الدين كله تمام واذا صحت العقيدة ولم تصح العبادة فانت فقدت تلتين دينك اللي هو العبادة والاخلاق تمام واذا صحت العقيدة وصحة العبادة تمام يتبقى الاخلاق فاذا امتلكتها امتلكت الدين واذا فقدتها فقدت ثلث الدين وذروة سنمه اللي هو التطبيق العمل للدين في المجتمع الناس عموما ما يعني ايه بتبص اللي هي الظاهر بتاعك تمام وبتحكم على الظاهر بتاعك اما الباطن فيعلمه الله واحد سبحانه وتعالى يعني حتى انت لا تستطيع ان تعلم باطنك واحنا اتكلمنا قبل كده في التقوة ولا ان التقوة هي عبادة قلوب وبالتالي لا يعلمها ولا يقدرها الا الله سبحانه وتعالى حتى الانسان نفسه لا يعلم ان كان مخلصا مية في المية في عمله ولا مرائيا فيه وبالتالي فهو لا يستطيع حتى ان يحكم على نفسه اذا كان طقيا ام لا اما الناس فبتبص للظاهر تمام وظاهر الانسان هي اخلاقه ومعاملاته تمام صحيح ان فيه عبادات ظاهرية تمام ان الناس بتشوفك بتصلي في المسجد مثلا الناس بتشوفك بتزكي عن اموالك الناس بتشوفك انك انت بتحج وبتعتمر تمام وطبعا بتشوفك وانت تشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله لكن يمكن هو صوم رمضان هو العبادة خفية غير ظاهرة على عنشان كده الصوم هو نتيجاته لتطبيق العملي بتاعا هو التقوى تمام لكن باية العبادات وباية الظاهر المفروض ان هي بتخدم الاخلاق والاخلاق والمعاملة هي اللي بتفرق مع الناس وهي اللي بتهم الناس في النهاية فبالتالي انت لما بتروح تتعامل مع ناس اخرين هما بيقولوش ده مسلم ولا ده غير مسلم ده متدين ولا ده غير متدين لكن الناس بتقول ده امين وده صادق وده كاذب وده منافق وده مخادع وده طيب وده شرير وبالتالي الاخلاق والعبادة هي اللي بتفرق مع الناس وهي اللي بتحكم بها عليك وفي الحقيقة ان الاخلاق هي النتيجة النهائية للدين يعني انت صحت عقيداتك وعرفت ان الله سبحانه وتعالى واحد وان رسول صلى الله عليه وسلم واخر الانبياء والمرسلين ثم بدأت تعبد الله كما امرك تمام بالعبادات الرئيسية الصلاة والصوم والزكاء والحج والعمرة بعد ان شهادتنا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله وبعد كده بدأت حتى تتقرب ان الله سبحانه وتعالى بالنوافل مفروض ان كل ده بقى في النهاية يعني ينتهي الى الاخلاق ورسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق تمام وبالتالي فان الهدف النهائي من الدين هو انك انت تبقى حسن الخلق تمام وتبقى اخلاقك حسنة واثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق وقال يعني او قال فيما معناه انه ان الانسان يبلغ بحسن خلقه اعلى المراتب في الجنة مع نبينا وصدقينا والشهداء تمام حتى يمكن لو قلت عبادته في النهاية العبادة زي ما احنا قلنا فيها جزء ظاهري لكن فيها جزء خفي وبالتالي ممكن ما تكونش كاملة وممكن يكون فيها بعض الرياء لكن الاخلاق دي اذا انت فعلا اخلاقك حقيقية رجل صادق ورجل امين ورجل متواضع الى غير ذلك وانت بتعامل الناس بهذه المعاملة فهو ده الهدف النهائي من الدين واذا صحت اخلاقك فباذن الله تكون قد صحت عقدتك وصحت عبادتك طيب اذا كان التدين هي المرحلة الاولى وحسن الخلق هي المرحلة النهائية للتدين تمام فبيجي بقى حاجة بعد الاخلاق نفسها او بعد ان انت متتسم بحسن الخلق وهو المنظور الاخلاقي المنظور الاخلاقي للاشياء هو انك انت بتحكم على الاشياء من خلال اخلاقك تمام فانت بتختار انك هتعمل الحاجة دي او مش هتعملها من منظورك الاخلاقي تمام يعني انت رجل صادق فاذا جات حاجة فيها صدق بتصدق فيها واذا جات فيها حاجة فيها كذب او رياء او نفاق فانت بترفضها او بتبعد عنها انت مثلا رجل امين فكل موضوع ماشي فيه امانة فانت ايه فيه ماشي معاه لكن اذا ظهر موضوع فيه خبث او فيه سرقة او فيه اختلاس او فيه خيانة فانت بترفضه وبتبعد عنه وهكذا فبقت كل افعالك تمام اللي انت بتفعلها بتمررها في عقلك على اخلاقك تمام فاذا وفقت اخلاقك فعلتها واذا لم توافق اخلاقك لم تفعلها وهو ده بقى اللي احنا بنسميه المنظور الاخلاقي للافعال او للاشياء طيب هل غير المسلمين عندهم اخلاق تمام اكيد عندهم اخلاق تمام والدليل على كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ما بقيته له اتمم مكارم الاخلاق يعني الاخلاق دي كانت موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا عارفين ان العرب في الجاهلية كان عندهم اخلاق واحنا طبعا كمجتمعات شرقية بنفسر الاخلاق دائما ان رقم واحد هو العفة تمام العفة في العلاقات الجنسية الى غير ذلك فاذا كان الانسان عفيف في هذا الجانب فهو على خلق واذا كان غير ذلك فهو ليس له خلق تمام لكن احنا للأسف بننسى موضوع الصدق موضوع الامانة وموضوع التواضع وغيرها من الاخلاق الحميدة اللي هي مفروض انها جزء من الفطرة وبالتالي موجودة في كل انسان لكن لما الانسان بتنحرف فطرته وتنحرف عقدته فبيفقد بعد هذه الاخلاق فتجد مثلا ان في اوروبا مثلا هما ما عندهمش قصة العفة دي في الاخلاق تمام الجنسية تمام فتجد ان معظمهم يعني يزني الى غير ذلك لكنهم عندهم برضو اخلاق في الامانة والصدق والحاجات دي موجودة ويمكن للأسف اكتر مننا كمسلمين في هذا العصر وبالتالي فانك غير المسلمين كمان بيحكموا عليك كمسلم باخلاقك تمام فبيقولوا مثلا فلان احمد مثلا ده صادق علي ده مثلا امين محمد مثلا متواضع الى غير ذلك من هذه الاخلاق لا يحكموا عليك انك انت مسلم او غير مسلم تمام وممكن يكون واحد يعني هو على غير دينه ويمدحه تمام انه طالما انه عنده خلق وممكن هو واحد يكون على دينه وللأسف سيء الاخلاق فيذمه او انه هو يعني لا يثني عليه وفي النهاية انت فعلا لازم فعلا تمشي في الثلاث مراحل دول تتدين وتعبد ربنا سبحانه وتعالى وتصحح عقيدتك تماما وتنقيها من الشرك وتكون عقيدتك عقيدة التوحيد وبعد ذلك انك انت تقوم بالعبادات الرئيسية الاول وبعد كده النوافل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى بعد كده تحسن اخلاقك وتشوف ايه الدفكتات اللي عندك في الاخلاق وتبدأ تصلحها وبعد كده تنظر الى الاشياء او تحكم بقى افعالك المستقبلية اللي انت هتفعلها تكون وفق اخلاقك وهو ده اللي احنا سميناه المنظور الاخلاقي ارجو ان شاء الله في نهاية الخاطرة انها تكون افادتكم ونلتقي في خواطر اخرى جديدة قريبا ان شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته